أكد مسؤولون بهيئة قناة السويس أن الدولة تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحي والمرافق والبنية التحتية للقناة والأسطول البحري وفي لقاء خاص للتلفزيون المصرية أضاف مسؤولون أن إعداد السفن العابرة لقناة السويس قد ارتفعت بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022-2023 وهو الذي يعد الأعلى في تاريخ القناة سفينة جديدة عبارة عن 72 كيلومتر طولي من إنشاء وتطوير المجرى الملاحي من 60 إلى 95 كيلومتر هذا إنشاء جديد كامل تم إنشاء قناة كاملة هذا الأمر استدعى حفر على الجاف بمعدات أرضية حوالي 52 مليون متر مكعب وحفر 250 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بالكركات عشان نعمل 35 كيلومتر دول وكان فيه تكريك للممر الغربي في البحيرات المرة الكبرى بطول حوالي 27 كيلو زائد زيادة العمق لتفريعة البلاح الغربية لـ 66 ألف حفر 72 كيلو بطول القناة بقناة موازية وقناة جديدة قدرنا بقناة بربادة الحمد لله 40 إن يكون فيه دخل زائد يصل إلى 9.4 مليار دولار يعني تم رفع الدخل من 5.5 مليار دولار إلى 9.4 مليار دولار وده كان سادي فريق أسامة ربيع ريسادة كانت السويس كان أعلن بشخصه في انتهاء الميزانية في 36 إن السنة الماضية قدرنا نحق أرقام تاريخية أرقام غير مسبوكة 9.4 مليار دولار دخل سنوي 25.800 سفينة وما يوازي ويزيد عن 1.5 مليار من البضايا وده خلال العام المنقضي يعني الزيادة ما بين 18.000 سفينة لـ 25.800 سفينة